الموضوع اللي أصبح حديث المجتمع الأردني موضوع الكلاب الظالمة تشكل من خطر وشفنا في أكثر من مثال بكل أسف نفتح هذا الموضوع ونحاول نجد حلول ونناقشه بطريقة عملية منطقية واقعية زين شهين الطبيبة البيطرية من مؤسسة الأميرة عالية دكتورة زين أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً فيكي دكتورة زين شرفتينها وشكراً على حضورك معنا يعني أنا ما بدي أوصفه بالموضوع الشائق ولكن بدي أوصفه بأنه هذه المشكلة فعلاً أصبحت تؤرق المجتمع وكل الأطراف يعني في عندها وجهات نظر بهذا الموضوع ولكن أنا بحكي أنه الموضوع يمكن أسهل ما يكون أنه قلد ما حصل في الدول الأخرى يعني في دول أصبحت لديها هذه المشكلة بهذه الكلاب سواء كانت كان عنية أو غيرها من الكلاب تكاتورها كان كبير جداً بفترة من الفترات في بعض الدول ولكن استطاعوا أنهم يسيطروا على هذه المشكلة ووجدوا الحل بكل بساطة أنا هون يعني صراحة عشان إحنا كمان نكون مطحين إحنا ما منقدر ندلوم الناس على وجهات النظر اللي عم بيقدموها بما يتعلق بالخوف من الكلاب إلهم الحق بأن يخافوا من الكلاب خصوصاً بما يعني لما ما يكون فيه هناك سيطرة من قبل البلديات على هذه الكلاب وأن تكون يعني منتشرة في كل مكان وشفنا برضو بعض الحالات لحالات عقرنا الكلاب سواء لأطفال أو نساء أو شباب أو رجال فأصبح الموضوع فعلاً مخيف ما هو الحل أو ما الحلول الموجودة أمامنا لحتى نسيطر على هذه المشكلة بأسرع وقت ممكن أول شيء صباح الخير صباح نعم صباح نعم أهدو لكل مشاهدينا الأعزاء يعني شوفوا إذا بتسمحيلي أنا بلاش نبلش بالعكس يعني نيجي من الحل للمشكلة هو الواحد أول شيء بيحاولي يحدد شو المشكلة وعشان تحددي شو المشكلة بدنا شوي نحكي عن المفاهيم هي شو الكلاب الضالة يعني عفوا أنا شوفت فيديو لكلب روتويلر كان هاجم على طفلة الله يحميها وهو مش كلب ضال أوكي هلأ أنا ما بقول إنه الكلاب الضالة ما بتهجم فيه كلاب ضالة فعلاً بتهجم وأعدادها فعلاً زايدة فلو بدنا مثلاً نيجي نعرف بس أول إشي شو هو الكلب الضال المفاهيم الدولية والعلمية بتقول إنه الكلب هو الكلب الغير مملوك يعني الكلاب اللي بالشارع سواء كانت الكلاب الكنعانية أو غيرها يعني فيه كلاب تاني كمان هلأ مكاثرين مثلاً الحيوانات أحياناً بمرض عندهم جروا بزتو بالشارع فهذا صفة كلب ضال برضو عرفتي نعم فهذا تعريف الكلب الضال جزء منهم اللي هم الكلاب الكنعانيين إحنا في عنا الكلاب الكنعانية يعني بالأردن معروف إنه نوع الكلاب اللي موجودين عنا هم الكلاب الكنعانية نعم نعم هلأ لو بدنا نحكي الحال بدنا نشوف إيش أسباب المشكلة بالأول يعني لو بدنا نجي نناقشهم ليش الكلاب زادوا يعني ليش قبل خمسين سنة مثلاً ما كنوش أعدادهم بهذه الطريقة هلأ هناك أسباب عديدة أنا ممكن أعرف جزء منهم اللي هلأ هلأ هحكي لك يهم ممكن يكون فيه أسباب تانية أنا لسه ما بعرفهم بس مثلاً السبب الأول هم مكاثرين الكلاب فرضاً هلأ مثلاً بالألف وثلاثة كانوا فيه اثنين بس مكاثرين الكلاب وكانوا شوي مسيطر عليهم هلأ عم تحكي فيه إعداد مهولة ما فيش ترخيص ما فيش مراقبة قانونية عليهم وبالتالي أي جرب يمرض بنزاد في الشارع هذا بزيد أعداد الكلاب الضالة الشغلة الثانية المحلات الحيوانات الأليف اللي هي على الدوار الأول ما بعرف إذا روحتوا شفتوها نفس الإشي عندهم أقفاص بإعداد مهولة من الجراء والقطط كمان الصغيرة ونفس الإشي إذا بمرض كلب عندهم بصف بالشارع الكلب بس هاي المحلات مرخصة؟ مرخصة بس ما في وبسترزقوا؟ مرخصة بس على الدوار الأول؟ موجودة في كل مكان بس الهب تبعهم البقرة الرئيسية إذا وجدت نظرك فيه عندك ملاحظة على كمية الحيوانات المستوردة مثلا؟ التجارة موجودة نعم موضوع التجارة هذا ساد في الكلاب الكنعانية؟ مش الكنعانية عفواً هو الكلاب اللي هي هم بسموها بيديغري اللي هي الكلاب اللي أصلية يعني بريدز معين يعرفت زي روتويلر زي جيرميل شابيرد زي هدولهم إذا مرهو بالشارع؟ بس برضو بدي أغاليك تكملي بس ممكن لو استضفنا حدا منهم يكون عنده رأي مختلف مية بالمية مية بالمية مية بالمية مية بالمية طبعاً بالأخير ناس بيسترزقوا وفي ترخيص يعني لو هذا الشيء ممنوع بيتوقف أعفواً أعفواً مستر فواد أنا بس أحكي على جزئية تنظيم هذا الحكيم مش إنه هو ممنوع أو هو ما بصير عرفت؟ أنت عندك ملاحظة على التنظيم على تنظيمه فقط لك مفهوم نعم بالظب أرجوك الشغل الثالث اللي هي النفايات هلا إحنا أعداد سكاننا من قبل خمسين سنين كان غير عن هلا وكان لب العشر سنين كمان كان غير عن هلا فكون السكان زادوا النفايات زادت الصلبة ونفايات البيولوجية زادت المكبات يعني ما بدك تشوفهم فهاي بتزيد من أعداد الكلاب تكاثرها لأنه فيه طعام فيه طعام حبطرش يعني عصر الشغلة الرابع اللي هي صراحة أصعبهم وإلها حتى أثر اقتصادي على اقتصاد البلد يعني اللي هي جثث الحيونات النافقة يعني إذا بتروحي على الضليل مثلا أنا بعرف ليني أنا شفت بالضليل شو بصير بعض المزارع بديش أعمم أنا بس بعض المزارع مثلا بنفق عندهم بقرة بتجهد بقرة عفوا العجل اللي أجهد اللي مات بزتوه بر المزرعة ما فيش شي طرق سليمة للتخلص من الحيونات النافقة هاي طيب فيه أمراض بتنتقل وبتعمل إجهاضات في المزرعة اللي جنبك بعدين وهذا الحكي بيأثر على اقتصاد المزارعين ويؤثر على اقتصاد الدولة كاملة بصرف النظر هلأ بعيدا عن إنه هي بتزيد كمان من الكلاب الضالة لأنه كلهم بتجمعوا على هاي الحيونات النافقة بيأكلوا بتكاثروا في يعني زي اللي إحنا عفوا بالعامية منحكيها أكلوا مرعا وقلت فناع يعني نعم خليلي نسألي الحل الحل يعني أرجوكي دكتورة سألتك مرتين على الحل هلأ مهو عشان أحكي لك الحل بدي أحكي لك السباب وانتي أدمتي أسباب يعني لربما أول مرة بسمع فيها طب بس ممكن أنا بس شغلة واحدة انتي عم تعرضيننا إيش هي المشكلات الموجودة وهذا إشي كتير أساسي ومهم أن نضع يدنا عن المشكلة بدي بس نتطرق قبل ما نحكي عن الحل من بعد إذنك فؤاد عن هل فعلا السلوك العدواني من الإنسان هو الذي يدفع الكلاب لأن تكون أيضا عدوانية ولا هذا ما إلو علاقة يمكن أنتي الأسباب اللي أنتي عم تحكيها هي فعلا الأساسية ولا علاقة للسلوك العدواني بشكل أو بآخر يمكن السلوك هذا العدواني يعني بيخلي الكلاب الضالة تهرب يعني ما تهجم أو تكون جريئة إلى هذا الحد بأن تتهجم على الإنسان شو علاقة السلوك العدواني للإنسان بأن يكون فعلا الكلب عدواني بيختلف من كلب لتاني والله ما يستطيع أن أجوابك جواب صريح يعني أنتي ممكن مثلا ما يستيجي تأزي زين وزين ترد بعدوانية وممكن ما يستيجي فؤاد وفؤاد يقول لك الله يسامحها وبيضله ماشي أنا ما بشبه طبعا الكلاب المناء أدبيد نفنك نعم نعم بس أنا بقول إنه كل كل كلب إله سلوك مختلف بناء على خبراته وبناء على هو وين عاش كلاب المكبات اللي حولين المكبات مثلا بيضلها بعيدة ما بتقرب على البني أدمين نهائيا الكلاب اللي عندنا بالحارات سوري يعني عفونا إحنا عندنا كمان كلاب في الحارب ممكن يتقرب وفي منهم عدوانيين أنا ما بقول إنه الكلاب كلها مسالمة وما بتأزي لا نهائيا فيه كلاب منهم فعلا ممكن يكونوا مؤذين وهدولا يجب إنه يتم يعني بديش أحكي التخلص منهم ولكن يتم قتلهم بصورة رحيمة مش بالقنص ومش بالتسميم ومش بهاي كل الأشياء لأنه أصلا فيه فتوى رسمية كمان بيه وديني على الحل يا دكتورة أنتو اليوم بمؤسسة عندكم خبرة وعمالكم تشتغلوا في محافظات مختلفة نعم اللي شفته أنا عندكم خلينا نوضحه للناس وهل هذا قابل فعلا إنه يعني بجهود منظمة يحقق نتائج على الأرض بصورة أسرع؟ أوكي عادي لو أحكي لك عن تجربتنا إحنا وبعدين أحكي لك الحل عشان هم إلهم علاقة في بعض تكرم عينك هلا أنا بس ححكي لك عن مشروعنا إحنا كان إلنا مشروع ريادي في الخلدية والضليل والحلبات وزورنا؟ أو ما شاء الله آه إجيت وزورته بلشنا فيه فيه في 2019 وكان عنده ثلاث محاور أنا حقتصر الموضوع عشو أرجوك المحور الأول كان زيادة وتثقيف الإبناء المجتمع المحلي وهو صدقا كان أنجح محور فيهم يعني المحور الثاني كان مراجعة القوانين اللي تخص إدارة النفايات ورعاية الحيوان وكان فيهم بعض التعويم في مسؤوليات القانونية بين القطاع الحكومي المحور الثالث اللي هو كان برنامج التعقيم اللي هو التعقيم والتطعيم والترقيم اللي هو فعليا أنت تمسكوا الكلاب من أماكن معينة اللي هي البلديات بنعقمها بنزيل أعضاء التكاثر بنطعمها ضد مرض السعار اللي هو مرض مشترك بين الحيوانات والبني أدمين وبنرقمها تاق على دانها وبعدين بنرجعها محلها كانت زي هاي التاق بالضبط هي شبيهة لهاي بتكون أصغر في الكلاب العادة بس بتشبهها يعني بتكون على أذن الكلب تمام هذا يدل على أنه الكلب سليم اللي صار معنا في الخالدية للأسف إنه في شوية عدم تعاون أو كان فيه تعاون أولها وبعدين زي اللي خلص يعني يعني شغل شوية الفزعات عرف الفزعات كيف بتكون للأسف يعني اللي هو النظام السيئ يعني فتعاوننا واشتغلنا أول سنة قلنا أوكي احنا بنشتغل وحطينا تقريباً مئة ألف دينار على المشروع ما بين أنه نستأجر الأرض من وزارة المياه والراي بتعاون مع وزارة الإدارة المحلية عادنا تأهيل المبنى عشان نعملوا عيادة وبعدين عينا طبيب بيطري ودربنا عمال إمساك من البلديات الثلاثة وأطيبة بيطرين من مديريات الزراعة في المفرق يعني عمل جماعي عمل جماعي على أساس أنه بعد سنة الحكومة خلص إحنا دربنا وأهلنا وزبطنا وكل شيء تمام يستمر المشروع لأنه هو بده استدام المشروع ما استمر؟ للأسف ما استمر يمكن البلدية عندها ظروف مثلاً؟ هلأ بقول لك إيش اللي صار بالضبط بعدها قلنا أوكي خلينا نمدد كمان سنة واشتغلنا على منح واجبنا كمان مئة ألف دينار واشتغلنا كمان سنة وللأسف بنهاية السنة اكتشفنا أنه في واحدة من اجتماعاتنا كانت أخر السنة عشان نناقشوا كيف المشروع ما شيء يشد حديات فواحد من رؤسة البلديات من غير أسماء بيقول إحنا نسأل طبعاً سؤال إنه طبعاً ما عم نشوف الكلاب في الشوارع حاي وين الكلاب المرقم اللي في الخالدية مش عم نشوفها أبداً وفعلاً أنا طلعت أعد كلاب عشان نقيم قديش المشروع ناجح وما لقيت ثلاث أو أربعة كلاب من أصل إحنا عدينا بحدود 800 كلب ألف كلب إشي زي هيك طبعاً هي إلها معادلة هو مش بس هذا الرقم فلازم نعمل معادلة عشان طلع العدد الكلي للكلاب أنيويز فكان رده سيدي إنه أول شيء ضحك ضحكة مستهدرة وقالهم إحنا كنا ناخد الكلاب من العيادة بعد ما يتم تعقيمها وتطايمها ونروح نزيتها في المكب هذا دموار للمشروع أنت أخذت الكلاب الأليفة اللي مطعمة اللي فعلياً من ناحية صحة عامة هي مناسبة إنها تعيش حولينا وروح توديتها على المكب يعني وعلماً بإنه إحنا في المشروع هذا الكلاب الشرسي أو اللي سلوكها شوي يمين للشرسي ما منرجحها على المجتمعات المحلية كنا بنقتلها الرحيم في مكانها نعم أنا بفهم وجهة نظرك بتشكرك على المثال اللي حصل معاك ورجيتين إياه ولكن حق الرد أكيد موجود ل لمين بحب يرد ولكن بركز الأهم من هاي التفاصيل موضوع استدامة المشروع أنا ما بدي أأخر رئيس بلدية عين الباشا معانا سيد جمال الواكد الفعوري لأنه ممكن كمان هو ابن ميدان نعم وبرضه بلدية عين الباشا كمان طبيعة ومساحة وأكيد بلديته بتعاني من مشكلات أخرى سيد جمال صباح الخير أولا رقم اثنين أهلا وسهلا فيك في إطلالتك في حلوة يا دنيا رقم ثلاثة نشوف أنتوا في البلدية في عين الباشا كيف جلستوا مع بعض؟ أو هل جلستوا مع بعض وحاولتوا تلاقوا آلية لحل مشكلة الكلاب الضالة؟ لا تقول لي في عين الباشا ما عندك لا تضل أوشي صباح الخير أخي فؤاد ولك ولي زميل تاكست بيس ولبرنامج حلو يا دنيا هذا البرنامج الرائع المشاهد من قبل كثير من المواطنين الأردنيين ومن العالم العربي والخارجي كذلك كل الشكر للدكتورة محاولة تاكست دكتورة زين شاهين على طرح هذا الموضوع الذي أصبح ظاهرة تؤرب الوطن بشكل عام وليس بلدية عين الباشا أنا أخي فؤاد رئيسا للبلدية منذ عشرين عام وهذه الظاهرة لم تكن متواجدة أطلاقا كان هناك في كلاب لكن ليس بهذا الحجم ولا بهذا الكم المتواجد الآن في جميع مناطق الوطن يعني بس دعرج هون للأخت زين بتقولك أنه محلات بيع الكلاب محلات بيع الكلاب بيبيعوا الكلاب هذه كلاب أليفة وتقنى في البيوت يعني بتكون داخل البيوت ما بيطلقوها اللي بيشتري كلب ما بيجي بيطلقوا بالشارع ومشان يصير يتكافر ونجد هذه الظاهرة المنتشرة الآن هذه الظاهرة تحتاج حقيقة إلى تشريع ما بنستطيع إحنا كبلديات البلديات أنت تعرف هي الأقرب إلى نبض الشارع وأقرب إلى المواطن وعلى تماس كبير جدا من المواطن وأصبحت الآن معظم جلساتنا تدور حول المواطنين يسألوا كذا السؤال شو سويت هنا بالكلاب كلاب تهاجم أبنائنا الصغار أثناء ذابهم إلى المدارس تهاجم الشيوخ أثناء ذابهم إلى صلاة الفجر تهاجع البنات والستات وأصبحت عاجزات عن الدفاع عن أنفسهم إذن إحنا في العملية هنا نحتاج إلى تشريع هذا التشريع على أساس نرتب هذه الظاهرة اللي أصبحت الآن كثير مقلقة كبلديات عين الباشرة إحنا أجيب لك كمثال إحنا كمان نقول اللي إنا واللي علينا أنا بـ 23 واحد وجهت كتاب إلى وزارة لأن البلديات بموازناتها لا تستطيع الآن تعمل محلات إيواء الكلاب أنا في منطقتي أدي لمحقه 100 ألف دينار نبدأ أجيب أنا أروح أشتري قطعة أرض مشان أعمل فيها وما بنا بده 100 ألف ما عندي الإمكانية المالية اللي الآن أوفرها من أجل إيواء هذه الكلاب إحنا بعثنا كتاب إلى وزارة الإدارة المحلية لـ 23 واحد نصه كالآتي أنه يعني بدنا استدراج عروض الموافق على استدراج عروض من أجل شركات لإيواء هذه الكلام وخذها على المناطق اللي ممكن أنه الحكومة توفرها البلديات لا تستطيع بكل مناطق الأردن أنه توفر أماكن إيواء وجب على الحكومة أن تعمل على توفير مثل هذه الأماكن الوزارة ردت علينا في 27 واحد هذا كتاب من وزير الإدارة المحلية أنه لا مانع من استدراج عروض عن طريق شركات لجمع هذه الكلاب ووضعها في أماكن الإيواء لكن أين أماكن الإيواء اللي إحنا بنا نحطها فيها إحنا كبلدية ليس لدينا أماكن إيواء ولا نستطيع بموازنتنا موازنت البلدية المواطنة نقول لك عمي أنا في عندي أولى من الكلاب في خدمات يجب أنه تقدم لي إياها فموازنات البلدية لا تستطيع حقيقة في الوضع الحالي أنه تعمل مراكز لإيواء الكلاب وبنفس الوقت إحنا هذه الظاهرة أصبحت تؤرقنا تؤرق أبناء الوطن ليس عدلا أنه أنا تقول لي أنه نترك الكلاب الضالة بهذا الشكل اللي أشارت له السيد زين اللي بديو يشتري له كلب بده يضبه عنده بالبيت وعنده في البيت أما الكلاب الضالة ما تنشره من المحلات وإذا بده ينفق كلب أو بده بكلب يعني يمرض خله واحد بالألف واحد بالمية لا تشكل بش مهندس لا يستطيع نعم سيد جمال أولا بدي أشكرك لمشاركتك وأشكرك للمواضيع اللي اليوم طرحتها في حلوة يا دنيا ورقم ثلاثة قبل أن أوضعك فقط أنا يعني أوضح بس علشان نيسر الحديث وأنا استفهمت من الطبيب الزين وهي يعني جالسة أمامي وتسمع هي حكت على موضوع تنظيم عمل بعض محلات بيع الكلاب ذكرت موضوع الآن أمامنا موضوع التنظيم بما له علاقة من أمراض للكلاب الاستغناء عنها ولكن ما حكت أنه كلاب بين قسين تربية البيوت أو كلاب الزينة أو الحراسة يعني هي نفسها الموجودة الضالة بس علشان علشان نوضح هي جابت المثال بإطار التنظيم وأنا حكيت أنه كمان هي رزقة لناس عم بيبيعوا بيشتروا ومرخصين عشان بس نكون واضحين أنا بدي أتشكرك من كل القلب للطرح اللي طرحته الأفكار اللي حطيتها وبرضه ورجيتنا اليوم بكلامك أنه يبدو الحكومة عمالها بتشتغل وإنت بعثت كتاب وهي جاوبت ولكن نقدر نعلق أنه بطيء شوي الحركة بطيئة لازم يمكن يكون فيه تصرف أسرع ما بدي أزيد على كلامك أكثر من هيك أنا بدي أتشكرك والله يعطيك العافية ومرة ثانية شكراً لمشاركتك معنا ونتمنى أنك تكون ضيف في حلوية دونيا قريباً شيوم أنا جاهز سيدي أخي فؤاد شكراً لك على هذا البرنامج الشيء الرائع وعلى طرحك هذا الموضوع اللي حقيقة كل من رئيس الحكومة وإنزل كل مهتم في هذا الموضوع لأن هذه ظاهرة أصبحت حقيقة مبلقة لأبناء الوطن وطننا بخير قيادتنا بخير يجب أن يكون ينعم المواطن في كثير من الأمور بأريحية ويشعر بدفع وبأمان عندما حتى يذهب إلى المدارس والله أخي فؤاد أصبح كثير من المشاكل أصبح الموضوع مؤرق والحل يجب أن يكون سريع جداً نحن نتشكرك جزيل للشكر رئيس بلدية عين البشاء السيد جمال الواكد الفعولي طيب نرجع لك سريعاً دكتورة زين عشان ما يداهمنا الوقت من الحلول اللي موجودة أمامنا أنا بعتقد أنه هذا الموضوع أصبح أولوية يعني يجب على الحكومة أن تضع هذا الموضوع على سلم أولوياتها وبالقريب العاجل يعني عم نحكي إحنا خلال هذا الأسبوع يجب أن نجد هذا الحل أنا سمعت ما بعرف إذا هذا الحكي صحيح ولكن قرأت معلومة بتقول بأنه أسباب إزدياد الكلاب الضلة بهذا الشكل المفاجئ هو بسبب الزلزال الذي حصل في سوريا أدى إلى هروب الكثير من الحيوانات وخصوصاً الكلاب الضلة إلى منطقة إلى الأردن ومختلف المناطق الأردنية لا أعلم مدى صحة هذا الموضوع ولكن فعلاً أصبح بالنسبة أنه مفاجأة كبيرة يعني أحنا وينما عم بتجول وينما عم بروح بمختلف الحارات بمختلف الأحياء الناس عم بتقول في أعداد ماهولي عم بتكون من الكلاب الضلة فهل هذا ممكن أن يكون سبب لأعداد أو الإزدياد في أعداد الكلاب الضلة ممكن أن يكون هدودنا مفتوحة فأي شيء يحدث في الدول المجاورة نحن نتأثر فيه فالكلاب نعم نحن باقي معنا أربع دقائق في عنا هيك ضيف خفيف لطيف تعرفنا عليه قبل شوية تحت الهواء ومنحب أن نجيبه برضو على الهواء بدنا نرحب بالكلب الكنعاني بادي اللي موجود طبعا في المنطقة اللي أنتو عم بتدروها دكتورة زين في مؤسسة الملكة عالية هو جاركم صديقكم وهو يتجول في المنطقة بكل أرياحية وهو مسالم كمان بس عادي أحكي شغل صغيري عبالما أبال جيب بدي وعبالما ييجي أنا بس بدي أطلب منك طلب كمان قداش بتكلف العملية اللي بتجروها يعني هذا النظام بهمني أعرف قداش بتكلف كل عملية هلأ صعب أحكي لك رقم ما بقدر لأنه مختلف بين الأطباء طيب هلأ شوف يا إيش كلفة الطبيب البيطري كلفة الأدوية مختلفة كمان يعني صعب كتير أحكي لك رقم معين بختلف هلأ أنا لو في بلديتين يحكوا معي كل واحدة بسألها إنتي إيش يعني عفوا إنتي إيش عندك هل عندك عيادة مثلا لأنه في كلفة تقديرية للعيادة في كلفة فبيختلف مامو درجة بس اسمعنا طبعا أنه تكلفة العلاج لمن يتعرض للعقر من كلب ما يعادل 600 دينار يعني هذا مقارنة نعم نعم يعني أكيد أن نقوم بعقر هذه الكلاب أفضل بكثير أولا لحماية صحة الناس وحماية أرواحهم وبالنهاية كمان يعني يصبحوا أصدقائنا هؤلاء الكلاب ولكن كما ذكرت الكلاب العدوانية هناك الكثير من المؤسسات المعنية بالرفق ورعاية الحيوان بقدروا أنهم يقيموا إذا كان هذا الكلب فعلا عدواني نستطيع التخلص منه بطريقة إنسانية دكتورة كنت أريدك تحكي شيء كنت أريد أحكي شيء بس تاقيبا على الحكاء الرئيسي البلدية على موضوع أماكن إيواء الكلاب هذا مو الحل يعني لأنه أنت عشان تعمل أماكن إيواء وتعود الطعمي في الكلاب وناس يدير بالها عليها هذا مكلف جدا يعني حتى دول في طاقاتها العظمى ما تقدر تعمل إيش عبدوا مصاري وبدوا فلوس و هو شرح وجهة نظر مية بالمية فأنا برأيي ما نتجه لهذا الأشي لعشان هذا بضيع وقت و بضيع فلوس و بضيع جهد ما إلها يعني مش حيحل المشكلة بس في حال تاني أنه ننقلهم لأماكن سعر الأرض فيها أرخص أما هو نفس الأشي هلأ هدول الكلاب وبعيدة عن السكن بيحموا مناطقهم عارف فؤاد يعني أنت إذا طلعت كلب من منطقته سيأتي عليه كلب تاني نعم سحيح أنا معم بقول عفوا أنا ما كان قصدي ننقل جميع الكلاب ولكن لابد من أن نخلص المدينة من العدد الزائد دكتور هلأ أنا بدأ أحكي لك منه إحنا لازم كلنا نتعاون عشان نخلص من العدد الزائد هلأنا كلنا نتعاون جهود فعليا كل المؤسسات نعم ما بتقدري ترمي المسئولية على جهة واحدة نعم مئة بالمئة الحكومة لازم تكون على رأس هذا العمل من مؤسسات مجتمع مدني ومن مؤسسات حقوق وإذراد ويقودها علماء شو نستنى إلى الآن هذا السؤال اللي جورت نحن نستنى بي بادي يجي يتفضل يصير نشرح الحالة اللي أمامنا وليش هو مثلا يعني غلبنا لا ييجي هو خايف خايف هو خايف لأنه ما عمره نحط فيه طوء ولا إشري لأنه هو كلب كنعاني حر فالت نعم يعني هو كمن الكلاب الضالي فالت نحقيونكم في المؤسسة بالضبط يعني لا هو بيقدر يطلع ويروح وييجي بس هو بيختار أنه يضل في منطقته لأنه هم هيك طبيعتهم نعم بسيطة بسيطة إحنا اليوم جبنا لنعرف مواصفات الكلب الكنعاني يعني كلاب بلادنا كلاب منطقتنا ما تتميز كيف ممكن نستفيد منه؟ شوفهم يحاولوا يستخدمونه في أكثر من شغلة من ضمنها حتى أنه الناس اللي ما بيشوفوا بيدلهم على الطريق ولكن هو كان أحسن إشي بموضوع الحراسة ورعاية الأغنام إذا تلاحظ أنت الرعيان إنه كلهم ما بيستغنوا عن كلابهم نهائيا وكلابهم كلها كنعانية هم بيين؟ ما بيستغنوا عن هم نهائيا؟ نعم هم بيصورو على الكاميرا خلينا نحكي إيش اللي بيميز الكلب الكنعاني عن غيره مثلا من الكلاب يعني شوفي صراحة بدنا نحكي للناس إنه هذا الكلب فعلا هو صديق الإنسان يا جماعة نتعامل مع هذه الكلاب بإنسانية صحيح إنه أنا ما بدي أقول إنه فعلا لما أنا أشوف طفل عم بتعرض لا هجوم من كلب يعني ما بأقدر يعني عفوا بعيد الشر إذا ابني أنا بأشوفه أو بنتي أو مين مكان لأننا نحن أكيد يعني لأن الأولوية ومش ابني لأولوية لن يجب أن تصرف الوحيد في الدفاع النفس لأولوية للإنسان ويجب حل المشكلة ولكن يجب عدم التعميم على جميع الكلاب ليس كل كلب كان عاني أو كل كلب ضار هو بالضرورة أن يكون عدواني فعشان هيك إحنا جايبين اليوم بادي عشان نحرف الناس أكتر على صفات هذه الكلاب وهو فعلا صديق للإنسان أعطينا إشي يحفزنا أنه فعلا نحبوهم تقبلوهم هم صفاتهم يعني بشكل عام هي كلاب نشيضة جدا تحب تتحرك و تحب تنط و تحب تلعب بديش أكي مشكلتها بس تتسم بأنها شوي بتحمي مناطقها يعني ما بتحب دخول أي حدا غريب سواء إنسان سواء حيوانات سواء وهذا شيء يمكن يكون حتى كويس حتى إنسان ممكن تفزع عليه يعني مش تفزع بمعنى أنه تهجم بس يعني بتحاول تحمي مناطقها نعم يعني حتى إذا أنت اللحظت حتى سيارات الغرب لما بيفوتوا بيمروا بيشارع بتحسلي مثلاً الكلب يعد تركض على السيارة يعني زي اللي بتقولها يلا مع السلامة أنت بس امشي ما تيجيش لهون أعرفه طيب دكتورة زين إحنا إن شاء الله منلاقي حل للمشكلة وهي طبعاً يعني وسائل الإعلام صراحة يعني عم بتكثف جهودها من أجل إيجاد الحل إحنا الآن معنا هذا الموجود زي ما حكينا اللي هو بنحط على دان الكلب كيف يشعر الإنسان بالأمان خلينا نقول للناس ننطمنهم إنه بالمؤسسات المعنية بالرفق بالحيوان الحكومة عندما تتكاثف الجود بمجرد إنه أنا أشوف هذا إيش بسموه؟ هو إيرتاق أو حلق على الأذر حلق على دان الكلب لا أخاف أبداً منه لأنه يعني يكون مطعم يكون عامله العملية ويكون مسالم ويكون سلوكه ما عنده سلوك شرس نعم يعني بادي هو معقم من 2011 بس إحنا مش حطين على علامة لأنه وقتها ما كان في علامات أو كنا شغلين هيك ببساطة يعني عارفة بس هو نعمل له عملية في 2011 وعلى فكرة أنا بس بدي أشغل كتير مهمة هو هلا لونه يعني أشجر بس هو الكلاب الضالي أو الكنعانية بشكل عام تيأتي بألوان مختلفة نعم ممكن أبيض كامل ممكن أبيض وهيك شوية مرجع يعني شوية أصفر على هيك نعم أو بالعكس في منها أسود بس الأسود بيأتي بالنسبة أقل شوية من الألوان مفهوم نعم دكتورة برضو للتوضيح لتوضيح موضوع العمليات وبعض المعلومات الطبية نشوف إحنا شو صورنا في منطقة الخالدية وحضرنا عملية نتابع بهالدقيقة دقيقة وشوي وبعدين نختم إن شاء الله اليوم إحنا بالعيادة عملنا أول عملية كانت عملية لذكر اللي هي زي ما حكينا هي عملية الإخصاء اللي إحنا نقوم باستقصال الخاسيات والحمد لله هاي أمور تمام بعد ما فحصناه وتأكدنا الأمور تمام وتخدر نعمل الإجراء وهلأ مستنى شوية صح صح وتصير أمور مليحة إحنا بنعمل هون مش بس للذكور بنعمل كمان للإناث في إجراء عمليات التعقيم ما بين الذكر والإناث بيختلف عنا أنه العملية الذكور هي أقل تعقيداً من عمليات الإناث أنه ممكن تأخذ معنا من عشرة تلثة بالإناث ممكن تأخذ تلثة على مصة أو ساعة حسب كيف بيكون وضع الأنثى وهذا الأشي هو اللي بيحدد لنا الرقم اللي إحنا بنقدر نعمله باليوم هلأ بعد العملية عشان نتأكد أنه كل الأمور تكون تماما ما في عندنا التهابات والحيوان بقدر يرجع على مكانه بشكل سليم لازم نتأكد أنه نحطه بالكيجات المخصصة نعطيه كورس مضاد حيوي طبعاً هو أردي بيكون ماخد المطعيم الريبيز وخافض آلام عشان ما يكون في عنده وجع وبس نتأكد أنه جروح تمام ما في عندنا التهابات لأنه إحنا بالعملية بنستخدم كل إشي يكون معقم كل الأشياء والأشياء موجودة عنا عشان يكون كل إشي مستخدم ومعقم بشكل تام وبنضمن هيك أنه ما يصير في عندنا التهابات والحيوان يقدر يرجع بعد كم يوم للبيئة اللي كان فيها وأمور تكون تماماً يعني بنتمنى اللي شفتوه هو يعني ممكن توضيح أكتر للبروتوكول خلينا نقول الطبي والعلاج اللي ممكن شوفي أنا شايفه هو كتير خايف يبدو من الإضاءة لأنه فعلاً كلب خلص طليق وحر طب دكتورة بعد إذنك بعض خلينا نقول الفزعات الشعبية أو الأعمال التطوعية والأنشطة التطوعية اللي تبنوها بعض من شبابنا في الأردن نفعت أعطيكي مثال مثلاً أثناء الثلوج أثناء ممكن فيضانات المياه في شباب كتير قدمت سياراتها عندهم مؤهلات جيدين في التدريب ساعدوا كتير وكانوا ذراع للدفاع المدني وكانت الناس بالعكس ترن عليهم لحالات إخلاء وتوصيل وكذا هذا المشروع طب إحنا ليش ما يعني ليش ما الحكومة يعني تحاول إنها تنظمه تفتح هذا الباب يعني أنتو مش بس مؤسسة أنتو في العديد من مؤسسات رفق بحيوان ورعاية وعلاج وغيره طب ما بتشوفي هذا الشيء سهل إنه البشر اللي عندهم القابلية إنهم يتعلموا على القليلة في استياد أو أخذ هذه الكلاب وجمعها ولو بدقيقة ولا الموضوع صعب يعني لا هو مش صعب هو بس بحاجة لشوي التدريب يعني عشان السلامة العامة كمان انت ما بتدكش كمان تحط الشباب في خطر طب هو بندرب ومالو بندرب ونطعم ضد مرض السعار وبالعكس هاي جهود مشتركة طبعا مية بالمية يعني وارد ممكن وارد طبعا كله واحد ونحن نعملنا مع البلديات يعني احنا دربنا كوادرهم وهم شباب ما شاء الله عليهم يعني نعم طيب مرة أخرى نتمنى أن نجد الحل السريع ونتمنى السلامة للجميع على فكرة عن جد يعني الكلب عن برجف من كتر الخوف ففعلا احنا جدا متعاطفين معه أنا بشوف الكلاب هم فعلا أصدقاء للإنسان يجب إيجاد الحل السريع بأسرع وقت ممكن لأنه قتل الكلاب يؤدي إلى عدم التوازن البيئي احنا أصلا في عنا مشاكل في البيئة فقتل الكلاب من دون سبب ومن دون أعذار يؤدي إلى عدم التوازن البيئي ولا سمح الله ممكن في المستقبل يكون فعلا مشاكل في بيئتنا على العموم احنا بنشكركم دكتورة زين شهين شكرا إليك أهلا وسهلا فيك شرفتنا ونورتنا شكرا إليك على كل المعلومات التي قدمتها ويعطيكم ألف عافية هذه أطلب بس من وسائل الإعلام شوية تساعد المواطنين وأبناء المجتمع إنهم يتعرفوا أكتر كيف يمكن يحلوا المشكلة وليس بس نطلع أشياء مخلوطة نعم لأنه هنا مسؤولية كمان شوفي دكتور أنا بالعكس يعني أحترم وجهة نظرك أحترم الجهد اللي أنتو بتقدموه في مؤسستكم ومؤسسة لميرااية وأيضا باقي المؤسسات ولكن كمان لابد من إنه المشاهد اللي عمالنا منشوفها صوت الناس ما هو مش ممكن يعني التوعية تقنع قلب أم ابنها أو بنتها نهى شو كلم طبعا بأخير لا يعني إحنا لازم نكون في مستوى من الراحة والتوازن نعم وما نسمع بهاي الحالات الكثيرة والضارة وبعدين نبدأ ولكن أو كله يمشي مع سواه كله يمشي مع سواه يعني بالأخير جزء من البيئة لابد من التعايش والتعامل واحد ولابد من وقف هذه الحالة لأنها أيضا وأنا بحكي الحالة الخاصة اللي عمالها بتزداد للأسف اللي بتأثر على حياة البشر الموضوع لابد إنه يكون ميزان بكل بساطة مية بالمية نعم شكرا شكرا إليك ستتي شكرا إليك ستتي ممنونين وحنا أزعجنا مش عارفين شو نحكي ونشعري معه زي ما قالت ميز يعني فلدنا يشعر بالأمان شكرا إليكم ياتيكم ألف عقيد شكرا أليكم يأتيكم ألف عقيد